الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 دائرة التحكم في ملف تعريف عمود الحدبات عالقة في البنك واحد ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز عام لمشاكل تشخيص القوة المحركة DTC وينطبق عادة على مركبات OBD2 قد تشمل المركبات المتأثرة على سبيل المثال للحصري على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة اعتمادا على السنة والطراز والطراز ومجموعة نقل الحركة ترتيب إن عمود الحدبات مسؤول عن مواضع الصمامات يستخدم عمودا مع الفصوص المدمجة في التصميم إلى قياس محدد اعتمادا على الشركة المصنعة للمحرك وطرازه عندما يتم ضبط التوقيت بشكل صحيح ميكانيكيا لفتح واغلاق الصمامات بدقة بالمقدار السرعة المثلى يتم ربط العمود المرفقي وعمود الحدبات ميكانيكيا باستخدام أنماط مختلفة مثل الحزام السلسلة في وصف الرمز يذكرون ملف تعريف عمود الحدبات ما يشيرون إليه هنا هو شكل الفص أو استدارته تستخدم بعض الأنظمة هذه الفصوص القابلة للتعديل وسأسميها لدمج تصميم الفص بشكل أكثر كفاءة في أوقات معينة هذه مفيدة لأن سرعات وأحمال المحرك المختلفة يمكن أن يؤدي وجود ملف تعريف عمود كامات مختلف إلى زيادة الكفاءة الحجمية بين الفوائد الأخرى اعتمادا على متطلبات المشغل من المهم أن نلاحظ في معظم الأحيان أنه ليس فصا ماديا آخر رابيدلا من ذلك يحاكي المصنعون فصا جديدا باستخدام استراتيجيات مختلفة أي مكونات ذراع الروك القابلة للتحويل قابل للتعديل الحرف واحد في الوصف قيم للغاية في هذه الحالة لا يمكن أن يكون عمود الحدبات فقط على كل الجانبين ولكن قد يكون هناك عمودان على كل رأس أستوانة لذا من المهم توضيح عمود الحدبات الذي تعمل معه قبل المتابعة بقدر ما تذهب البنوك سيكون البنك واحد هو الذي يحتوي على استوانة رقم واحد في معظم الأحيان يشير بي إلى عمود الحدبات للعادم وأيه يشير إلى عمود الحدبات المتحصل كل هذا يعتمد على المحرك المحدد الذي تعمل معه نظرا لوجود عدد لا يحصى من التصاميم المختلفة التي ستغير إجراءات التشخيص هذه اعتمادا على المحرك الذي تملكه راجع دليل خدمة الشركة المصنعة للحصول على التفاصيل تضيء وحدة التحكم في المحرك ECM وحدة التحكم في المحرك CEL فحص ضوء المحرك مع P005B والرموز ذات الصلة عند اكتشاف عطل في دائرة التحكم في ملف تعريف عمود الحدبات يتم تعيين P005B عند وجود حالة عالقة في دائرة البنك واحد ما مدى خطورة هذا DTC تم ضبط الخطورة على متوسط ومع ذلك هذا دليل عام اعتمادا على الأعراض والأخطاء الخاصة بك ستختلف شدتها بشكل كبير بشكل عام على الرغم من ذلك أي مشكلة هيدروليكية أو أي شيء يتعلق بأنظمة المحرك الداخلية أميل إلى التوصية بإصلاح المشكلة في أقرب وقت ممكن في الحقيقة ليست منطقة في السيارة تريد تجاهلها لذا قم بتشخيصها وإصلاحها من قبل متخصص إذا كان عليك ذلك ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P005B طاقة منخفضة ضعف القدرة على القيادة ضعف اقتصاد الوقود استجابة غير طبيعية للخانق انخفاض عام في الكفاءة تغيير نطاقات الطاقة ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب رمز P005B ما يلي عدم وجود صيانة للزيت الزيت غير الملوث الملف اللولب المعيب للزيت صمام عالق السلك المكسور كهربائي قصير داخلي أو ميكانيكي مشكلة ECM وحدة التحكم في المحرك ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P005B الخطوة الأساسية رقم واحد أول شيء عليك القيام به هنا هو التحقق من السلامة العامة للزيت الذي يستخدمه محركك حاليا إذا كان المستوى جيدا تحقق من نظافة الزيت نفسه إذا كان اللون أسود أو داكنا استبدل الزيت والفلتر أيضا راقب دائما جدول الزيت الخاص بك هذا مهم للغاية في هذه الحالة لأنه عندما لا يتم صيانة الزيت بشكل صحيح يمكن أن يصبح الزيت لثا ببطء هذه مشكلة لأن الزيت المتراكم من الأوساخ أو الحطام يمكن أن يسبب أعطالا في الأنظمة الهايدروليكية للمحرك أي نظام التحكم في ملف عمود الحدبات الحمأة هي نتيجة أخرى لعدم وجود صيانة للزيت كما يمكن أن تسبب أعطال في أنظمة المحرك المختلفة كلما قيل أرجع إلى دليل الخدمة الخاص بك للجداول وقارن مع سجلات الخدمة الخاصة بك مهم جدا ملاحظة استخدم دائما لزوجة الزيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة يمكن أن يكون الزيت الكثيف جيدا أو الرقيق جيدا وسيسبب مشاكل على الطريق لذا تأكد من نفسك قبل شراء أي زيت الخطوة الأساسية رقم 2 حدد موقع الحزام والأسلاك والموصلات المستخدمة في دائرة التحكم في ملف تعريف عمود الحدبات ستحتاج إلى العثور على مخطط الأسلاك للمساعدة في تحديد الأسلاك يمكن العثور على الرسوم البيانية في دليل الخدمة الخاص بسيارتك تحقق من جميع الأسلاك والتسخير ابحثا عن أي علامات تلف أو تلف يجب أيضا فحص التوصيلات في الموصل من الشائع أن تفقد الموصلات بسبب علامات التبويب المكسورة خاصة هذه الموصلات لأنها تخضع لإهتزازات المحرك المتسقة ملاحظة من الجيد استخدام منظف تلامس كهربائي على المسامير والوصلات لجعل توصيل وإزالة الموصلات في غاية السهولة أثناء العمل عليها وللمستقبل أيضا اشتركوا في القناة